موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج جاهز معكم الأستاذ طارق الخالدي رئيس قسم اللغة الفرنسية من ثانوية الإمام مالك في منطقة مبارك الكبير التعليمية سنقوم بمراجعة أهم المواضيع والأسئلة المتوقع ورودها في اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر ونرجو من الله التوفيق والنجاح أعزائي الطلاب أحب أن أنبهكم أن مادة اللغة الفرنسية تنقسم إلى أربع أوباب في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله وسنتناول كل باب وأهم المواضيع اللي ممكن نحن نشوفها مع بعض بداية نبدأ مع الباب القراسي الخامس من الفصل الدراسي الثاني بعنوان إن فيت هذا الباب يتضمن مواضيع أساسية أهمها الجملتين يتحدثون عن أخذ الرأي وهذا هو الموضوع المهم اللي راح نتناوله هناك عدة أساليب في السؤال عن الرأي اللي أخذ الرأي في اللغة الفرنسية منها نلاحظ في الشريحة التالية أسلوب من أساليب الإجابة المتداول جداً في الإختبارات وهو تختلف الأساليب وتختلف الجمل لكن كلها تهدف لإعطاء الرأي وفي النهاية نقدر نقول أن لإعطاء الرأي في اللغة الفرنسية نستخدم الأساليب التالية جتروف كأجدو بأنه سي جنيال إنه رائع جبنس كأعتقدو بأنه سي سوبيل إنه رائع إذن هناك عدة أساليب كلها تهدف إلى نفس الهدف وهو إعطاء الرأي إذن شفنا شلون نسأل عن الرأي وشفنا شلون نجيب عن الرأي أيضاً من الكلمات المهمة في الوحدة الدراسية الخامسة هي كلمات التالية شيبس، شوكولات، البومبون، البوبكورن أيضاً صورة واضحة من الشيبس والكاكاو والحلويات والندفعش كل هذه الكلمات تهدف إلى شيء معين اللي نسميه لغنيوتاج لغنيوتاج المقرمشات نضع كلمة مقرمشات داخل إطار السؤال عن الرأي ونستخدم الأسوب التالية وهو كبانسيو دغنيوتاج ما رأيكم بالمقرمشات؟ نشوف الإجابة أعتقد أنه سيء للصحة طبعاً نستخدم أي أسوب من الأساليب التي تم رؤيتها قبل قليل في إعطاء نفس الإجابة والتدريب لكم كو بانستو دو كوزين دو لامير دو حسن؟ هذه الجملة إحنا وردت عندنا في النص في وحدة الدراسية الخامسة ومع بعض راح نشوف شنو إيه الإجابة أيضاً أقدر أقول أيضاً أقدر أقول أيضاً أعتقد أنه رائع وأعتقد أنه رائع ننتقل للشريحة اللي بعدها أيضاً أيضاً بما أن الوحدة الدراسية الخامسة تتكلم عن الاحتفالات والأغذية المفروضة تكون فيها أيضاً هناك جانب صحي وهي الأغذية المفيدة للصحة اللي هي البخودوي ناتوريل أيضاً نضع هذه المفردة أيضاً في إطار السؤال عن الرأي ونقول كو بانستو دو بخودوي ناتوريل ما رأيكم بالمنتجات الطبيعية؟ أيضاً نقدر نستخدم أي أسطوب من الأساليب وهنا هنا نعطيكم مثال وهو أعتقد أنها جيدة أو أعتقد أنها جيدة أو أعتقد أنها جيدة أو أجد أنها من الأطعمة الجيدة كلما اختلف الأسلوب وكلما استخدمت أساليب أكثر كلما تمكنت من الوحدة الدراسية والمهارة الأساسية بشكل أفضل ما تعتقد أنها جيدة؟ السؤال الذي يدامكم يا شباب هو أحد الأسئلة المكررة جداً في الإختبارات نهاية العام فستستخدم أي أسلوب من الأساليب التي سبق شرحها وتجاوب عليها بكل بساطة على سبيل المثال أعتقد أنها جيدة أفضل أعتقد أنها جيدة أو أقول أعتقد أنها جيدة أفضل أعتقد أنها جيدة لاحظوا دائماً أعتقد أنها جيدة أو أعتقد أو أفكر الهدف أن أعبر عن رأيي مهما اختلف التعبير اللغوي أخيراً أقول أعتقد أنها جيدة أفضل طيب مثال من الأمثلة التي يمكن تورد في الإختبارات والتي سبقاً هوردت فيها أكثر من مرة اللي هو سؤال الأس أم أس شلون أتعامل معي أسئلة الأس أم أس دائماً أنتبه إلى ترويسة السؤال مثال يطلب رأيك في أمسية البارحة إذن في عندي سؤال ورأي عن سواغة دياغ عن أمسية البارحة نفكر مع بعض ونشوف الإجابة مثال كو بانست دو لا سواغة دياغ ما رأيك بأمسية البارحة؟ وطبعاً نقدر نستخدم أكثر من الأسلوب في إعطاء نفس السؤال الآن سنشوف مع بعض الإجابة يقول لك تعطي رأيك بخصوص الإختبار تغير الموضوع لكن نستخدم دائماً نفس الأساليب أعتقد برأيي أنه سهل لكن لو كانت الإجابة صعبة أو أن الاختبار كان صعب ممكن أقول بكل بساطة أمون أبي سي ديفسيل إذن للتعبير عن الرأي نقول بكل بساطة دماندي إنوپنيون للسؤال عن الرأي ودوني إنوپنيون وإعطاء الرأي وهادي بعض الأمثلة كليتون أبي ما رأيك؟ كو بانستو؟ ما رأيك بي؟ كو بانستو؟ ما رأيكم بي؟ كيس كو بانستو؟ كيس كو بانستو؟ كيس كو بانستو؟ ما هو رأيكم أو ما هو اعتقادكم بي؟ كيس كو بانستو؟ ما هو رأيك؟ الإجابات أمون أبي أعتقد أو برأيي دبخي موا بالنسبة لي كونتا موا أما بالنسبة لي برو ما فيما يخصني كو بانستوى من أعتقده كونتا موا بالنسبة لي نظم حفلة طبعا بما أن هي المنطقة المضللة فمعناها أنه رح يسأل عن الزمن فالسؤال رح يكون متى نظم الصف الحفل لاحظوا معي الجملة التالية كان حفلا رائعا كيف كان الحفل ننتبه أيضا لشريح اللعية كان الحديقة ممتلئة بالدكورات كان هناك الكثير من الناس لاحظوا أن أنا أكرر كلمة كان طيب إذن هذه صورة للحفل كمو اتي لافت نستذكر مع بعض في الوحدة الدراسية الخامسة حسن وهو يتكلم عن الحفل بشكل عام فكان يقول الاتي أغريابل كان رائعا الاتي سوبر كان جميلا الاتي أكسترا كان عظيما الاتي أميزون أميزونت كانت ممتعا لاحظوا الاتي كان طيب في ماذا نستخدم هذه الكلمات السابقة كلها لك تعبير عن الاستحصان هو تعبير عن شيء نعجب فيه فنقدر نقول جنيال رائع سوبر عظيم اكسلون ممتاز سي سامبا إنه لطيف وعادة كلمة سي سامبا ممكن نستخدمها للأشخاص أكثر من الأشياء مثال أقول حسن إي سامبا حسن لطيف أو إني أقول كوتر إي سامبا كوثر لطيفة زين أكثر منها نستخدمها حق الأشياء كأن أقول على سبيل المثال الوغدينة إي سامبا الكمبيوتر لطيف ما تنفع الجملة سي بون إنه جيد نقدر نستخدمها للأغذية مثال لما أقول البيتزا إي بون البيتزا جيدة آخر واحدة سي أغرياب للتعبير عن روعة الأشياء بشكل عام كأن أقول على سبيل المثال البروجي جاهز مشروع جاهز سي أغريابل إنه رائع دي بخيسي هو العكس الاستحصان اللي هو الاستياء نستخدم لها سي ديزاغريابل غير رائع سي أنويان إنه ممل وآخر شي سي موفي إنه سي وغالبا نستخدم سي موفي للتعبير عن حالة الطقس أيضا من الأمور اللي ندرسها في الوحدة الدراسية الخامسة اللي هي إيبوكي 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 رنكوان بخند كونجي دي أوغووغ الثلاث جملة هذي لكلهم للتعبير عن تحية الوضاع والتمني في الرؤية مستقبلا أشهر جملة هي كلمة أغووغ نراك أو إلى اللقاء أدمع نراك غدا أسوسوغ نراك الليلة أتوتالغ إلى اللقاء قريبا أو ممكن معناها أراك بعد قليل أتوتسويت شوفك بعد شوي أبيانتو إلى اللقاء فيما يلي راح نشوف مع بعض أولى القواعد اللي راح ندرسها في الوحدة الدراسية الثانية الوحدة الدراسية الأولى من الفصل الدراسي الثاني وهي اللي هي وحدات القياس ننتبه هنا ونركز يا شباب شوي وحدات القياس باللغة الفرنسية مثل ما أنتو شايفينها في منها الملموس الرقمي وفي منها الكمي يعني شنو عندما يقول لك تقوم بحضة القياس مع الملموس المترجم حدد الكمية مع العناصر التالية أول جملة هي 1 كيلو 2 1 كيلو واضح كيلو من الثانية 1 بوكي 2 بوكي كلمة قريبة جدا من كلمة باقي ورح يشوف الاستخدامات وصدقوني كلكم راح تعرفون لها سهلة جدا 1 دوزين 2 دوزين درزين راح نشوف الاستخدامات واعتقد من المعنى ممكن نحن نستشف أو ممكن نحن نعرف استخدامات كل واحدة منهم مثال الصورة اللي عندكم شباب هي صورة أزهر من الطبيعي جدا ما راح أقول كيلو ورد لأن الورد لها وحدة قياس متفق عليها اللي هي شنو أحسنتم ممتازين باقة فنستخدم لها كلمة 1 بوكي 2 1 بوكي 2 فلغ باقة من الأزهار الكلمة الثانية هي كلمة رز غي رز واحد اثنين ثلاث كيلو صورة الثالثة كلمة فرماج فرماج يعني جبن ممتازين اون ترانش دو فرماج شريحة من الجبن پيبسي واضحة پيبسي وحدة القياس راح نستخدمها هي كلمة اون كانت دو پيبسي اون كانت دو پيبسي ايضا نقدر نستخدم الليتر دو پيبسي لتر من البيبسي او ان دو پيبسي اللي هو كأس من البيبسي نستمر ام مرسو دو فياند ام مرسو مرسو قطعة ام مرسو دو فياند ايضا تقدر تستخدم دائما شباب كلمة مرسو دو وطرانش دو لان الكلمتين معناهم شريحة او قطع ويل زيت الزيتون او الدهن بشكل عام الليتر الليتر دويل اف بيض دوزين درزين ام دوزين دف ايضا اللي بعضها كلمة او ما اذا واحدة ثلاث نقدر نقول ليتر دو ممكن نقول ذير دو ام ذير دو اخر كلمة هي كلمة قطع بمعنى كعكة نقدر نستخدم لها ايضا كلمة ام مرسو دو قاتو اذا شفنا مع بعض الحين وحدات القياس المختلفة وشلون نقدر نستخدمها على حسب الشيء المراد التعبير عنها في القواعد في القواعد المراد بحسب حرف او اغ ودائما في تصريفهم دائما يكون التصريف كالتالي الظمائر جو انا والضمير هناك ما يسمى بالترميزون والترميزون هي العلامة الدالة على الضمير في زمن المضارع فبالنسبة للجو حرف الظمائر الترميزون الدالة على الضمير اس إلو الان ا نو اون اس و از و الان ت ندمجهم مع بعض على حسب الضمير المتحدث في الجملة وبعدها نبدأ في تكوين الجملة مثال جبنس او تارت وفكروا في كعكة أيضا لاحظوا الجو هو السجي اللي نسميه الضمير البنس هو البرب هو حرف الجر والانتاقت هو النوم أو الاسم جبنس او انتاقت وفكروا في قطعي يعني ما يقولون انا نفس الاسطوب يا شباب مع الفعل البنسي ممكن نستخدمها حق الأشخاص مثال لما أقول جبنس او وفكروا بك بعدها الطوى ممكنها تتغير على حسب الشخص اللي انا اعبر ان انا افكر عنه طوى انتا لوي هو ال هي نو نحن و انتم فلما اقول جبنس او معناها افكروا به ايضا ايضا في استعمالات الفعل البنسي للتعبير عن الرأي مثل ما قلت لكم جبنس لاحظوا ان احنا ضفنا الا الدالة على الضمير جو مع وضفنا الاس الاس مع الضمير تو وكلما حطينا الضمير اضفنا الحرف اللي الدال على وجوده وبعدها زاد ك اللي اتي بمعنى ان وبعدها احط الجملة اللي انا ابي اقولها ايضا الفعل كواق يهدف الى نفس المعنى او يهدف الى نفس الهدف بالضبط تماما ايضا للتعبير عن الرأي لكن الفعل كواق هو فعل من افعال المجموعة الثالثة الافعال الغير نظامية لذيغ ارغوليغ ونلاحظ مع بعض تصاريف افعاله الضمائر الغديكالي يتغير لاحظوا وبعدها نضيف دائما لكل ضمير الحرف الدال عليه فصارت الجملة بهالطريقة هذي ايضا الفعل كواق ايضا الفعل كواق للتعبير عن الرأي فنقول جو كواق تكروى 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 هالجملة هذي هالجملة هذي اذا غيرنا فيها الفعل كواق الى الفعل بانسير شو راح تكون الاجابة فكر فيها شوي ممتازين يا شباب راح تكون جو بانس كل فيلم اي اميزا فيما يلي سوف نتحدث عن زمن الامبغفية ثاني قاعدة في الوحدة الدراسية الخامسة خلوكم معي في زمن الامبغفية يا شباب نحتاج الى بعض الكلمات المساعدة للدلالة على ان زمن الامبغفية يتحدث عن حدث في الماضي مثال كأن اقول ايير امس قبل السنة السابقة العام الماضي في سنة 2000 جدي قديما اتخفوا في مرة ما كل هذه كلمات تدل على زمن الماضي طيب لاحظوا الجملة معي ديمانش 25 ماي 2013 احد 25 مايو 2013 التاريخ قديم جنبلي جميع ستغريابل ماتيني لان انسى ابدا تلك ذلك الصباح الجميل ستت كان الحفل رائعا لاحظوا كلمة كيف كان الحفل كان الحفل كان الحفل رائعا ننتبه مع بعض الحين يا شباب لاستخدامات الامبغفية وراح نعرف بعدين شوهو الامبغفية اللي هو زمن الشرح او زمن الصفات ستت ان سوبر فت كان الحفل رائعا الفيزة بو كانت تقسو جميلا الي يافي بكو دو موند كان هناك نأس كثيرون الو بارك الحديقة كانت بلان ديكورات ممتلئ بالدكورات الناس كانوا سمباتيك رائعين جي أبوغتي أحضرتو ان قاتو كعكا جي پونس ك أعتقد بأنه ستة اميزون كانت رائعة كل الأمثلة اللي شرحت لكم يا شباب هي عبارة عن استخدامات مختلفة للأفعال في زمن الامبغفية إذن الامبغفية زمن الامبغفية يستخدم لي إكسفريمي لباسي التعبير عن الماضي وعليه الامبغفية راح نشوف مع بعض الحين شون نحول أفعال في من المصدر إلى زمن الامبغفية دائما نركز على تحويل الفعل مع الضمير نو وبعدها نبدأ نصرف الأفعال مثال الامبغفية يتحدث فعل من أفعال المجموعة الأولى الذي ينتهي ب ER لما نصرفه مع الضمير نو راح نشيل ER أو ER ونحط ممكانها ONS ممتازين فصير نو بعدها راح نشيل ونحافظ على الغديكال بعد ما صرفناه مع الضمير نو ونضيف بعدها الترمينايزون اللي خاص بكل ضمير وراح نشوفها الحين حالة ثانية مع الفعل مونجي وننتبه حق هالفعل هذا لأن دائما يكون موجود في الاختبارات الفعل مونجي فعل من أفعال المجموعة الأولى مونجي يعني يأكل فعل من أفعال المجموعة الأولى وينتهي ب ER لكن لا خاصية معينة وهي أن إحنا ما نحذف ال ER في التصريف نحذف بس ال ER ليش؟ ممتاز اللي قال الإجابة هذا صحيحة لأنها حالة استثنائية واللغة الفرنسية مليانة بالحالات الاستثنائية وانتو عارفين الشيء هذا فنحذف بس ال ER ونضيف عليها ال ONS وبعدها يتحول هذا كله إلى غديكال شكل ثابت ونضيف عليها الترميليزون المعين لهذا لاحظوا مع الجو راح أضيف AIS مع التو أيضا AIS الإل والل أضيف لهم AIT مع النو EONS مع الفو E E Z مع الإل والل راح أضيف A E E E N T لاحظوا مع النو والفو أن حرف الأ أختفى فندير بالنا من هذه النقطة نشوف مع بعض كيف نصرف الأفعال من أفعال المجموعة الثانية في زمن الأنباخ فيه نفس المبدأ أفعال المجموعة الثانية المنتهية ب IR أو IR نصرفها مع الضمير نو في زمن البخزان وبعدها نحذف الترميليزون البخزان من الضمير من الغديكال اللي هو في نو ونضيف بعدها الترميليزون الخاص في الانباخ في لكل ضمير من الضمائر فيصير عندنا جدول الأفعال جدول الفعل فني كالتالي جو فنيسي تو فنيسي ولاحظوا اللي بالأبيض هو الغديكال الأساسي ما للضمير نو وبعدها بدايت أنا أضيف عليه الترميليزون اللي خاص بكل ضمير من الضمائر هذه الحالتين الحين راح ندش على حالات شادة شوي وأصعب لهذا نركز الفعل الفير من الأفعال مجموعة ثالثة الأفعال غير نظامية نفس الطريقة دائما وأبدا نحول الفعل من المصدر ونصرفه مع الضمير نو في زمن البخزان ونحافظ على الغديكال ونحذف الترميليزون في البخزان ونضيف بعدها الترميليزون الانبارفة لاحظوا جو فزي تفزي تفزي دائما اللي باللون الأبيض وهو الغديكال اللي حافظنا عليه مع تصريف الفعل في زمن المضارة مع الضمير نو وبعدها بدأنا نضيف عليه الترميليزون اللي خاص في زمن الانبارفة أيضا في عندنا حالة مهمة اللي هي الفعل أفواغ الفعل يملك نفس الطريقة صرفنا صرفنا الفعل في المصدر مع الضمير نو فعطانا آفون حافظنا على الغديكال وشلنا الأو ان اس وبدأنا نصرف الفعل كالتالي لهذا صار عندي جاذي تاذي الاذي 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 الى آخره والفعل دائما بمعنى قلنا شنو يملك ننتبه طبقنا هالشيء هذا مع كل الأفعال لكن لما وصلنا الى الفعل être يكون الفعل الأهم في اللغة الفرنسية اختلف الوضع تماما ما صرفنا مع الضمير نو ولا حافظنا على الغديكال ولا سوينا أي شيء حافظنا حافظنا الفعل كما هو واشتغلنا وياه وهذا جدول يحفظ كما هو ويتم التعامل معه على هالأساس جاتي تو اتي نو زتيون وزتي الزتي يكون في زمن المضارع يستخدم للدلال على حدث الماضي يكون جزء من حدث أساسي إذن أفعال العنبغة يا شباب نهايتا نقدر نقول اذا كان الفعل منتهى ب ER او مونجي أيضا ب ER او كان فعل فنيغ زين دائما نشيل ER ومع المونجي نحافظ على الأوث في بعض الحالات ومع الفنيغ نحافظ على نحوله دائما إلى تصريفه مع الضمير نو والأفواغ نحافظ على شكله بالفيغ نحافظ على شكله وبعدها نضيف الترمينيزون طبعا الترمينيزون اللي هما الحروف اللي نضحها في نهاية الفعل للدلالة على الضمير وبهالحالة اللي هما جدامكم مع الجو ياخذ AIS TO AIS IL AIT NO IONS VU IEZ IL AINT طيب كل هذا نستخدمه في النهاية للدلالة على شيء معين وهو غاكونتي إنكتيفتي باسي للتحدث عن حدث في الماضي للتعبير عن حدث في الماضي إذن زمن الأنباق في في نهاية الأمر نقدر نستخدمه للتعبير عن أشياء حصلت في زمن الماضي ونحب أن نحن نذكرها مثال حسن أغانيزي إنفيت هنا استخدمنا الباسي كومبوزي الذي درسنا في الصف 11 هنا نقول الفيزيبو كان التقسر رائعا إليا ذي بكود ومونت كان هناك الكثير من الناس جاء أبوغتي ديقتو أحضرتو الكعك وآخر شيء جاء أوفير انمونت لاحظوا الباسي كومبوزي الباسي كومبوزي حدث أساسي حدث أساسي وما بينهم راح تكون كلها أحداث ثانوية أحداث وتفاصيل صغيرة أيضا الوحدة الدراسية الخامسة نختمها في قائمة من القوائم المهمة جدا وهي قائمة الهدايا مثل ما أنتم شايفين الساعة المونتخ ديليونيت نظارات أبغاس لي هذا حق البنات نزيل إنك خذات كارفتة إنباق خاتم أنكولية اللي هو القلادة هذه كلها عبارة عن كادو هدايا لكادو بوميزامي الهدايا للأصدقاء وهذا السؤال العلاقة في القوائم اللي هو فيغ إنلست واضحي؟ الوحدة الدراسية السادسة ثاني وحدة في الفصل الدراسي الثاني تتكلم عن الملاد المريض راح نشوف مع بعض الكلمات المهمة اللي لها علاقة بالأمراض جسم الإنسان ونشوف مع بعض التعبير عن الآلام وشلون نقدر نسفيد منها في الاختبار أعضاء جسم الإنسان من غير ترجمة أبيكم أنتم تعتمدون على أنفسكم في ترجمة الكلمات ومحتاجة ترجمة الجزء الثاني الخلفي من جسم الإنسان أيضا أعضاء جسم الإنسان واضحة الشريحة اللي بعدها لكل عضو مهمة اللي الخلفي من جسم الإنسان لكل عضو مهمة اللي najbardziej یعني لي أنتم PENกرو وهو لا volont З呈ه اللي ذو باخو مهمة اللي خلفي من جسم الإنسان اللي باادها وفي بحض定 اللي ذو باادها اللي بحضن للمشاهد اللي باعدها اللي بحضن اللي باعدها اللي باعدها الوحيدة لتعلم الوحيدة لتعلم الوحيدة لتعلم للأكل أو للحديث إذن في الوحيدة الدراسية ستعيد أن نتكلم عن المدكامون المدكامون أو الغميد أو كل هذه معناهم الأدوية المدكامون طبعاً أنواع المدكامون وهذه يمكن أن أتيلك في قائمة يسألك عن أنواع المدكامون فإحنا اللي عندنا هم مثل أنتم شافين في الصورة كيف تتوقعوا عن شنو؟ ممتاز يا شباب، إحسنتوا السيرو اللي هو المشروب في عندنا أيضا كلمات دي گوت القطارات دي پوماد پوماد و أيضا دي گوت دون لني داخل الانف داخل الانف داخل الانف إذن هذه الأدوية و هذه استخداماتها لحظوا الصورة هذه الآن نتحدث عن الصحة parlez de sa santé و وستكتو امال أين تشعر بالألم لحظوا معي تركيبة الجملة يا شباب جي مال على المن أشعر بالألم في يدي إلا مال وغورج إلا مال وبي و وستكو وزاوه مال و وستكو وزاوه مال نوزاو مال و دون جي مال و دون إلزاو مال و دو إلا مال و دو إذن لو تلاحظون في تركيبة الجملة يا شباب كان دائما هناك الضمير وعضوه للتعبير عن الألم أيضا نقدر نقول في النهاية أن للتعبير عن الألم نستخدم القاعدة التالية وهي سجي الضمير مع تصريف الفعل أفواغ ذات كلمة مال ألا و نضع بعدها العضو المراد التعبير عنه مثال أن أقول جي مال ألا تيت أو جي مال و جومب أو جي مال ألا غورج مثال أيضا جي مال أيضا أقدر أستخدم الفعل الأفواغ والتصريف في التعبير عن الحالة المرضية كأن أقول لدي حم أو جي أو جي في النهاية الفعل الأفواغ ينقلنا بعدها إلى حالة من حالة المريض إلى حالة الدكتور والدكتور أول شغلة يسويها دائما اللي هي شنو دوني دي زوغ الأوامر وليعطاء الأوامر يجب أن نستخدم شيء يسمونه لامبيغاتيف اللي هو زمن الأمر باللغة الفرنسية تعالوا ونشوف مع بعض شو نحول الأفعال من المصدر إلى الأمر بداية لازم نعرف أن الأوامر باللغة الفرنسية تصدر إلى ثلاث ضمائر اللي هم الضمير تو أنت وأنت نو نحن فو أنتم وأنتن طيب الفرنسية الفعل يكوح إذن من حوله لازم نشوف أول شيء الفعل هذا من أي مجموعة أفعال راح نلاحظ من الأفعال المجموعة الأولى المتهبة إي آر والأفعال في المجموعة الأولى دائما نضيف لها أس إذا كان المتحدث ت أو متلق الأمر هو ت أو أون إذا كان متلق الأمر نو أو إي ز إذا كان متلق الأمر فعل ثاني الفعل يفتح الفعل من الأفعال المجموعة الثانية من نهايتها ب إي آر مع ت نحط إي أس مع النون نحط أون أس مع الفون نحط ز فعل يأخذ كان يقول الدكتور خذ هذا الدواء فعل من الأفعال المجموعة الثالثة ويصرف بهذه الطريقة مع ت بخون مع نو بخون مع ل بخون بخون لاحظوا هذا الفعل وانتبهوا إلى إشارة انتبه لأن هذا الفعل لخاصية معينة وهي كالتالي أن الفعل نهايته من أفعال المجموعة الأولى ولكن الفعل قبله من الأفعال المركبة اللي نحن نسميهم لذيغ بخون مينو فننتبه لعملية التصريف مع ت دائماً تحول الأس إلى ت إذا كان متحدث هو الضمير ت أو ن إذا كان متحدث هو الضمير ن فراح يكون عندنا أثنين ن و إذا كان عندنا المتلقي الأمر هو الضمير ف ولاحظوا راح يكرر الضمير مرتين بالإضافة إلى المحافظة على التغمينيزون الخاص في البخيزان دائماً في تحويل الأفعال أيضاً علشان أعطي الأمر فيه راح يتصير عملية تحويل اللي هي غبوز تو أحول الت إلى تو أما ن و الفو فيتبقى نفس مائه بمجرد أن ألقي الأمر وبعدها أقضب الضمير الثاني في حالة النفي يصير في عندنا اختلاف بسيط وهو كالتالي ن با حالة النفي اللي احنا نعرفها وبعدها ت غبوز ن ت غبوز با حافظنا على التصريف الأول ووضعنا بينه ن با مع الضمير ربو تتوقعوا شو راح تصير ممتازين شباب ن ن غبوز با ن ن غبوز با وطبيعي إنه مع الضمير راح تصير المسألة أيضا نفس الآلية ن غبوز با ن غبوز با الفعل سسواغ اجلس أول أمر راح يعطيك يا الدكتور عقوب ما ديش عليه راح يقول لك تفضل استريح فهذا الفعل من أفعال المجموعة الثالثة الأفعال المجموعة الشاذة وأيضا حالة مركبة لأن في قبل الأس ونهايته أو آي آر فلهذا عملية التصريف راح تكون مركبة نوعا ما اللي هي مثل من أنتم شايفينها حولنا الأس إلى ت فاصلة على حسب الضمير والنو نفس ما هي ولو نفس ما هي لكن النهايات لابد أننا أنتبه لها وأحفظ ها فنفس الآلية فيما يخص الأمر أسي تو أسي نو وأسي ي ي الفعل عليه الفعل عليه من الأفعال المجموعة الأولى ونهايتها أعرفين كلنا الشيء هذا لكن أيضا نعرف أن الفعل عليه من الأفعال المجموعة الشاذة ليش لأن في المصدر يختلف التصريف تماما عن شكل الأصلي أنت تذهب نو زالون نحن نذهب أنتم تذهبون الأمر من يصير إذن في النهاية يا شباب الأفعال المجموعة الأولى في المضارع تكون وفي يكون إذن أفعال المجموعة الأولى التصريف فيها سهل نوع ما في أفعال المجموعة الأولى المركبة سلو نفس الطريقة وبعد هالأمر يصير من أيضا في الأمبيغاتيف إذا كان الفعل إذا كان الفعل وهو أحد الأفعال الشاذة وغالبا هذا الفعل دائما هذا الفعل كل سنة هذا الفعل يكون موجود في الاختبارات فننتبه حق هذا الفعل هذا في المضارع لكن في الأمر يصير ونلاحظ دائما إذا كان الفعل غير مركب ما نضع الضمير لأن الفعل بحذ ذاته يعبر عن الضمير المأمور أيضا بالنسبة حق الأمبيغاتيف نيغاتيف اللي هو النفي في الأمر دائما نقول نو 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 نفس الطريقة بالنسبة للأفعال المركبة نو توليف نو 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 فعل بخند الفعل المهم نو 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 واضحا ممثالين أيضا أريد أقولك أن الأمر مننا أحول إلى النفي طيب في الوحدة في الدراسية ايضاً نتكلم عن شيء مهم جداً يعانون منها وايد الفترة هذه الطلبة وهو التوتر السؤال كمون لوتى كونتخو لستغس خلونا نشوف شتون نحارب التوتر وليسي في المدرسة انت كطالب شون تحارب التوتر اول شغلة شنو اسباب التوتر بالنسبة لك الاختبارات الله يعينكم عليها الدواغ الواجبات اخواننا المعلمين قالوا الواجبات على الطلبة العمل كثيراً لازم تشتغل وايد بس الثروية تطلب هالشي هذا واخر شيء اتخ فاتقي كل هذا ادي الى التعب اوليسي لكوز دوسترس اسباب التوتر اكزامان دواغ تخافي بكو اتخ فاتقي طيب في المنزل خلونا نشوف في المنزل بغوي الازعاج داخل اوديناتر نلعب الكمبيوتر او دائما ماسكين الموبايل اردي ربالك يا شباب ادخوا سكوتشي دواغ تلي انك تكون دائما جدام التلفزيون سكوتشي مولسق امام التلفزيون واخر شيء بجهة الميزانية المحدودة كل هذين نسميهم كوز دو لاسترس اسباب التوتر طيب كيف نعيش بحياة جيدة ومن غير التوتر هناك اسباب هناك اسباب هناك ايضا علاج او هناك امور نسويها على اساس ان نتخلص من التوتر نشوف مع بعض اول شيء ليه تجوغل السكر القرآن دائما يا شباب نحدد وقت عندنا في اليوم في الاسبوع نحن نقرأ صفحة صفحتين من القرآن الكريم لان فيها الشيء هذا صدقوني راح ترتاحون نفسيا الشغلة الثانية فاير دو لا ناتاسيون فاير دو لا ناتاسيون ايت دو شفال ممارسة السباحة وركوب الخيل رسبكتين المسلمين احترام التقاليد الاسلامية السلام دير bonjour او ادي المساعدة الجيران فاير دو الإكسرسيس الفيزيك ممارسة الرياضة مثل المارش المشي السيكليزم الدراجات الجمناستيك رياضة الجنباز The planche افوال ورياضة الشراعة ورياضات البحرية في هذه اشارات اصلا ان اي نوع رياضة و اي اسم الرياضة ممكن يساعدك في اي انك تقاوم او في انك تحارب استغل LP و شباب شنو هواياتكم في الرياضية انا عن نفسي Planger الغوص ادعوكم كلكم التماثمون هالهواية الحلوة ايضاً بيان درمير النوم جيداً بيان درمير او فار 30 منوت او عمل قيل ولا لمدة 30 دقيقة ايضاً في عندنا بيان مانجي الاكل جيداً بيان مانجي الاكل جيداً الاكل الغذائي المتوازن غاردي ناتيتود اوبتميست voir la vie de façon positive بمعنى الحفاظ على رؤية الحياة بصورة ايجابية والتمتع بحالة نفسية جيدة غاردي ناتيتود اوبتميست التفاؤل في عندنا ايضاً ايضاً قابول النفس وقابول والداخرين كماؤهم ناتيت OD ايضاً ايضاً تغير اذا أشترك توتر اغير مدرع حياتك تغير تغير ناتيتود كل هذي امثلة نوقف التطغين كثير ما نقدر رسالة مني لكم ننتقل للوحدة الدراسية السابعة اللي تتكلم عن للوجمون السكن راح نشوف مع بعض السكن وتركيبته وشن الأمور اللي نحتاجها على أساس أن نحن نسكن وشن الأمور المناسبة في السكن وشن الأمور الغير مناسبة في السكن ننتقل أين تحبت؟ أو أين تحبت؟ أين تسكن؟ سورة لجدامنا Jaby dans une maison أسكن في منزل أيضا تو غزيد أو أين تقيم؟ لاحظوا اختلاف الاسلوبين لكن لنفس المعنى جو غزيد dans un appartement أقيمه في شقة إذن راح نشوف الحين مع بعض يا شباب أنواع السكن لأتيب دو لوجمون une maison منزل un chalet شالي une villa villa أمورة 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 هذا مهم جداً في عمل القوائم وغالباً يكون موجود في الاختبارات أيضاً أركان المنزل سنتعرف مع بعض الناس وهي كالتالي صالة غرف كوزين المطبخ صالة الشوار صالة صالة الطعام مكتب وغاراج غاراج السيارة سنرى الآن يا شباب أنواع الأثاث في المنزل كنابة فتي أريكة كرسي كومود الكومدينة اللي سرير رف طاولة وأخيراً الأباجورة وأيضاً الفرن نفسه أو الشوارة طيب دون السالون في الصالة في بعض الأثاث مثال يوجد كنابة فتاة شايز تابل باس تليفزيون مروار المرأة دون في الغرفة في الغرفة يوجد كومود كومود المرأة في المطبخ يوجد ثلاجة طبخ طاولة كبيرة كراسي هذا بالنسبة حق الأشياء الموجودة في المطبخ طيب هذا الوحدة الدراسية راح يتكلم لك بعدها أو راح يسئلك في الاختبار عن مميزات السكن اللي أنت تحبها على سبيل المثال مضيء مريح حديث بسيط مجهز تماما هذا النوع من الأسئلة يا شباب ممكن أن يقول لك تكلم عن البيت اللي أنت تحبه أو السكن المناسب فدائما قبل كل صفة من هذه الصفات هذيل نضع كلمة سي سي لومينو سي كونفورتابل سي على مود سي سامب سي بيان اكيبي ونشوف اللي بعدها راح نشوف الحين الأشياء الغير مريحة في غرفة ونقدر دائما نحول ما بين الأشياء المريحة في البيت إلى الأشياء الغير مريحة في الغرفة سي دومودي هي قديمة سي كومبليكي معقدة سي بنال متواضعة سي سانكليماتيزاسيون من غير تكييف سي أفرز غير مقبولة كومو اي لاشامبغة كومو اي لاشامبغة الحين عندك غرفة عبر عنها الغرفة هذي وقول لنا رأيك فيها كومو اي لاشامبغة فرح تقول لاشامبغة اي بوتيت صغيرة باتا سانسور ما في مصعد المكنة الكهربائية مختربة بغوي مزعد إذن كل هذه الصفات وعلى أساس نحن نعبر فيها عن استياءنا من الغرفة لستوديو اي خلونا الحين نرجح خلونا نشوف استوديو حسن شان صاير وضعه ما قال عن استوديو قال عنك كالم هذا لومينو مضيء وصنتر فيل في سنتر المدينة وآخر شي قريب من الجامعة كل هذا يا شباب علشان يكون عندك معلومة وتعرف شون تميز بين الصفات الإيجابية بوزيتيف والأشياء السلبية وتعبر فيها عن طبيعة كل سكن أو طبيعة الاستوديو أو طبيعة الغرفة أو طبيعة منزلك أو طبيعة حتى الشارع اللي انت ساكن فيه إذن علشان نعبر عن هالأمور هذي فيه شغلات نستخدمها في الدلالة على لبخوتستي اللي هي الاعتراف كأن أقول أنا متنرفز أنا متنرفز أنا متنرفز هذا ينرفزني الفم سي انسفوكتاب الوضع لا يحتمل صورة واضحة السيارة معطلة سي 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 الفم سي انكسبتاب هي تدخن هذا أمر غير مقبول ترى أمر غير مقبول حق الكلمو وصلها إذن الحين نشوف الموضوع اللي بعده ديك خير كالكو شوز علشان نتكلم عن مميزات شيء ما الموضوع الموضوع الإيجابيات سي بيان كالم هو هذا الموضوع موضوع موضوع بسيط ومتعرف عليه بيان كيبي مجهز موضوع موضوع بسيط ومتداول مانيفيك رائع انسولي مشمس باشيغ رخيص على موضوع حديث كنفورتاب ترنكيل براتيك ثم موضوع موضوع خطير موضوع 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 غير مقبول ينوم محيز لا يعمل يوجد إزعاج من غير تكييف كل هذه يا شباب هي عبارة عن بعض الصفات اللي احنا ممكن نستخدمها دائما وأبدا أذكر دائما أهمية كلمة لأنها تعبر دائما على الشيء حتى لو ما ذكرنا اسمه أو للتعبير عن الأشياء اللي نثمناها أستخدم دائما جملة جسوة أتمنى تبوغي يمكنك جسوغي سأكون تتقضيري سأعمل جغي سأمتلك جفري سأقوم بي لكن بصيرة التمني طيب في عندنا الحين قاعدة مهمة جدا وهي الأسماء الموصولة البخنوغلاتيف راح نبدأ فيها في اسم الموصول كي كي بخنوغلاتيف شنو الهدف منه وحق شنو نستخدمه الكي هو هو اسم هو اسم موصول يستخدم لإلغاء التكرار في جملة معينة راح نشوف هذا الموضوع الحين مع بعض لاحظوا في الجملة اللي جدامي جوبخفيق ستابلو وفضل هذه اللوحة لتابلو كوت ذان ديناغ اللوحة ثمنها عشرين دينار لاحظوا يا شباب معاي انه هنا تكررت عندي اسم اللوحة مرتين في الجملتين الأسماء الموصولة لها مهمات معينة في إلغاء التكرار ونوع التكرار وبهالحالة هذه يتصير جملة واحدة من غير ما نكرر الكلمات جوبخفيق ستابلو لتابلو كوت ذان دينار مسحت الاسم المكرر في الجملة هنا كانت في وضع المفعول به وحني صارت فاعل مسحت الفاعل وحطيت مكانه اسم الاسم الموصول كي فصارت الجملة جوبخفيق ستابلو كي كوت ذان دينار نتابع مثال آخر جي تخوفي عن ستوديو تو سويت سو ستوديو لاحظوا هنا الاسم المكرر وهني مفعول به وهني مفعول به آخر فاللي يصير أن أنا حذفت السي أو دي المفعول به الثاني وحطيت مكانه لاحظوا جي تخوفي عن ستوديو ك تو سويت إذن حذفت المفعول به الثاني وبعد المفعول به الأول وضعت الاسم الموصول ك وصارت عندي جملة واحدة في النهاية راح أقولك أن الك بخنون غولاتيف اسم موصول يحل محل السي أو دي الثاني في الجملة المكررة في الثانية إذن الكي لإلغاء الفاعل في الجملة الثانية والك لإلغاء المفعول به في الجملة الثانية نشوف مع بعض الآن أكمل باستخدام كي أو ك لاحظ هذه الجملة علشان أعرف أستخدم كي أو ك في عندي شغلة ثانية مهمة أن أشوف الكلمة اللي بعد الفراغ لو كانت الكلمة فعل راح أستخدم كي لو كانت الكلمة اللي بعد الفراغ اسم راح أستخدم ك أنا راح أحل الأولى وعليكم الثانية الأولى راح تكون كي بكل بساطة لأن الكلمة اللي هنا هي فعل خلنشوف الكلمة اللي بعدها إل في لو دووواغ فراغ اي تري فاسيل ممتاز الإجابة هي كي بكل بساطة لأن الكلمة اللي بعد الفراغ هي فعل لاحظ إل في إل في لو دووواغ فراغ لو بخوفيسور أداني بخوفيسور اسم إذن بما أن مؤسم ما راح نستخدم كي وراح نستخدم ك إلو لستوديو فراغ سونا مي أتخوفي نفس المبدأ يا شباب لاحظ الكلمة اللي بعد الفراغ شنو إيه أكيد الإجابة راح تكون ك فيما يلي راح ننتبه مع بعض يا شباب إلى موضوع مهم جدا وهو الكونديشنل الزمن المستخدم في التعبير عن الأمنيات وهذا الموضوع موضوع يحتاج لتركيز منك لأنه يدمج موضوعين عشان نطلع الموضوع الثالث ننتبه مع بعض درسنا فيما سبغ يا شباب الفتيوغ سامب وعرفنا أن الفتيوغ سامب هو عبارة عن زمن يتحدث عن المستقبل ولكل مجموعة أفعال طريقة تصريفها اللي هي مع الضمائر الأفعال المنتهية ب-ER نضيف لها الترمينايزون اللي خاص فيها فيتحول الفعل إلى زمن الفتيوغ سامب جو فيزيت غي لو كوي جو تفيزيت غا باري هذا في زمن الفتيوغ سامب لكن علشان نحول الفعل هذا نفسه إلى الامبارفة كنا نسوي كنا نشيل ال-ER ونضيف عليه ترمينايزون الامبارفة جو فيزيت شلنا ال-ER وضفنا عليه ال-IS هذا في زمن الامبارفة ضفنا الترمينايزون على حسب الأفعال اللي موجودة عندنا في زمن الكندوسيونل يا شباب رح نلدمج عمليتين العملية الأولى مع العملية الثانية رح يطلعون عندنا الكندوسيونل شون ننتبه معي في الكندوسيونل في عندي الضمير جو وفي عندي الفعل في المصدر لاحظ أخذنا المصدر مثل ما أخذنا المصدر في الفتيوخ السامب لكن الاختلاف وين أن الترمينايزون اللي حطيتها مو ترمينايزون الفتيوخ السامب هو ترمينايزون الامبارفة فلما يكون الضمير زائد الفعل في المصدر وترمينايزون يتحول الزمن الى زمن المستخدم في التعبير عن التمني أو المشاريع المستقبلية يعني هذه الجملة صارت أنا قد أزور أو أتمنى أن أزور ممكن أن تتحط الكلمة اللي بعدها أنا عن نفسي يقول أنا قد أزور باريس أنت شو تقول؟ لك الاختيار نلاحظ نكمل أيضا حافظنا عن نفس المبدأ الفعل في المصدر وضفنا عليه تقمي نيزون الأمباخفي وبهالحالة هذه تحول الفعل من المصدر باستخدام تقمي نيزون الأمباخفي الى زمن الكنديسيونل هذه الحالة الأولى لنتبه حق الحالة الثانية اللي أكثر دقة لا هذا أفعال المجموعة الثانية اللي منتهية بـ ER في زمن الفتيوخ سامب نحافظ على الفعل كما هو بالمصدر ونضيف عليه AI A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T على حسب الضمير الموجود عندي لاحظ لما أحافظ على الفعل كما هو بالمصدر وأضيف عليه تقمي نيزون الفتيوخ سامب إني صار عندي فتيوخ سامب لكن لما أحاول حق الكنديسيونل بخيزون نذكر الضمير زائد الفعل في المصدر زائد تقمي نيزون الأمباخفي وبهالحالة هذه تحول عند الفعل من الفتيوخ سامب للكنديسيونل بخيزون اللاحظة الحين أفعال المجموعة الثالثة هنا التركيز لأن القاعدة الأساسية باللغة الفرنسية مثل ما إحنا عارفين يا شباب أن لكل قاعدة شواض والقاعدة الأهم والأعم باللغة الفرنسية أنه ليس هناك قاعدة لهذا ننتبه الله يعافيكم فيها النقطة هذه ويد مهمة في أفعال المجموعة الثالثة تختلف العملية تتشابه العملية فيما سبق من ناحية التخمي نيزون لكنها تختلف تماما فيما يخص شكل الفعل في المصدر ليش؟ لأن أفعال المجموعة الثالثة المتعبة دائما تتغير باستمرار فتحتاج منك دائما تتابعها باستمرار وتركز عليها باستمرار مثال لما نأخذ الفعل بخوندغ فعل من الأفعال المجموعة الثالثة اللي عادة يكون في نهاية تهني حرف الإي لكن في زمن فتور سامبل كنا نشيل الإي ونضيف الإضافات هذه عليها تغمي نيزون الفتور سامبل لكن في زمن كونديسونال بخزن شوف اللي راح يصير الحين تغير تغمي نيزون علشان يصير إلى كونديسونال بخزن حافظت على الشكل بالفتور سامبل نفس ما أهو وضفت بعدها شنو تغمي نيزون الانبارفة هذا بالنسبة حق الفعل بخوندغ باقتصار أحول الفعل بخوندغ إلى زمن المستقبل وأشيل من الأهو واخذ الغديكال اللي هو الشكل الأساسي وأهضط وبعدها أيب الانبارفة تغمي نيزون الانبارفة وأقعد أضيفهم على حسب الضمير اللي عندي فيتحول الفعل عندي هنا من الفتور سامبل إلى بسرعة شوف مثال ثاني راح توضح لكم أكثر الفعل أفواغ والفعل أطغ يا شباب هي قاعدتين اللغة الفرنسية أهم فعلين نركز عليهم موايد ركزوا عليهم موايد الفعل أفواغ بمعنى يملك والفعل أطغ بمعنى يكون شون نحولهم إلى زمن الفتور سامبل عادة الفعل أفواغ يتغير إلى أور أور وبعدها على حسب الضمير اللي عندي راح أضيف الترمي نيزون اللي هو ج أغي ت أغى إلى آخره لاحظ شباب أن أور دائما ثابتة وال الترمي نيزون يتغير بتغير الضمير بالنسبة حق الفعل أطغ لاحظ أطغ تغير تماما سيغ وأضيف على الترمي نيزون على حسب اللي أنا أبي ركز معاي تصاريف الفعل الأفواغ وأطغني في الفتور سامبل في المستقبل البسيط لاحظ معاي لاحظ معاي هنا نهايته الج ياخذ نهايته ai ركز بياي te as واضح شوف معاي شون اللي يصير في الكونديسونال بخزان في الكونديسونال لاحظ الج صارت جغي ضفت عليها الترمي نيزون الامبارفة ai اس كل الضمائر سويت إياهم نفس الشي كل الضمائر سويت نفس إياهم نفس الشي إذن في الكونديسونال بخزان أحافظ على شكل الفعل الغدي كالمالة في المستقبل وأشيل الترمي نيزون الفتور وأحط مكانه ترمي نيزون الامبارفة فيتحول الفعل من زمن الفتور إلى زمن الكونديسونال بخزان اعتماد عليكم كبير يا شباب أنك تنتبه حق النقطة هذه وتطبقها في تمارينك لما تشوفها في الأختبار لما تشوفها في أوراق المراجعة وتدير بالك عليها في الاختبار إذن النهاية في النهاية سنقول أنه في عندي مجموعة من الأفعال الشادة التي تغير شكلها في الفتور سامبل والكونديسونال بخزان هذين كلهم على بعضهم على حسب الضمير اللي عندي راح أضيف لهم الترميناسون المناسب في الكونديسونال بخزان نفس الطريقة لاحظوا حافظ على الشكل كما هو وضفت عليهم شنو الترميناسون الخاص فيهم في الزمن الأنطاخ في نوصل حق الجزئية الأخيرة في هذه الوحدة الدراسية اللي هي تتعلق بالسكن وأنواع التحدث عنه والإعلانات ممكن أنه يطلب منك أنك تسوي إعلان إذا طلب منك أنك تسوي إعلان يا شباب عن سكن ما تعامل مع الموضوع بكل بساطة ما تحتاج أنك تركب جمل لأن طبيعة الإعلان باللغة الفرنسية هو يعتمد على المفردات كما هي أنانس إعلان حط لك نوع السكن كبير وحط مساحتها انتحر حط المساحة اللي تابعيها عدد الأركان في المنزل وي بي اس وبعدها هنا على تبيل المثال قال لك قراج كبير حديقة حلوة السعر 200 ألف زين خمس غرف نوم إلى آخر الأمور هذه كلها فأنت على حسب الشيء اللي عندك على حسب الشيء اللي عندك تكلم وحط مميزات السكن مثال سامي إكري أن إيميل يكتب إيميل أسان بير لي والده لويد إكري للي يصف له سو لجمو سكن إكري فيه صن ميل فمن سامي إلى أبو شي قوله يقوله هي تيني اجراند دبلة دبلة كبيرة اللي أسلوة في سلوة اللي يها 8 πيس إذن هون اقصى من أماكن قبل ما أكمل أنت تقدر تقول مثلا فيها ثلاث سال دبان دو سال دبان دو سالون دو شامب دو تواليت على حسد دو كوزين انت شنو اللي تبيه فاللي قاعد تشوفه الحين مثال مو اكثر فانت لك الحرية فانك تتكلم عنها مثل ما انت تبيه انا انا قراج بوردوواتور انا 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 بو جاردان دوان لا ميزون اذا قراج حق سيارتين وحديقة جميلة انا 5 شامر انا اغمار خمس غرف مع سرائرهم وكاراتاتهم يوجد دو جراند سالون مع كنابي الفتاوي صالتين كبار مع الكراسي والغنفات يوجد صالة موجودة فيها صالة الطعام مطبخ مجهزة تخوى صالة دبان بشكل عام يوجد 200 ميل دينار 200 دينار عموما هذا مثال قلت لك على حسب الإعلان اللي عندك فأنت على أساس أنك تطبق هذا شيء تخيل عندك أي نوع من أنواع الشغل وأي نوع من أنواع البيوت وتكلم عنها بكل بساطة التعبير سهل جداً شباب هذا النوع من التعابير إذا يالك باختبار آخر السنة كنت قاعد يقول لك خذت درجة مجاناً لا تضيعها من يدك المسألة بسيطة معلومات أساسية ومعلومات بسيطة ترتبها وانتهى الموضع ننتقل مع بعض الحين يا شباب للفصل الدراسي الأخير الوحدة الدراسية الثامنة من مجلج اللغة الفرنسية اللي يتكلم عن القضايا الجوب طبعاً في عندنا سلسلة من المهن اللي نسميهم مهم جداً يا شباب أنك تحفظ المهن اللي وجودة عندك بالمنهج لأن السؤال اللي قام عليهم راح ييلك فيه عن طريق أو على شكل قائمة فندير بالنا طبعاً على أساس نتكلم عن الوظائف اللغة الفرنسية في عندي مجموعة من الوظائف اللغوية الأولى اللي هي تحديد موعد شون نحدد موعد عن طريق الأساليب التالية مثال أني أقول لندي أذكر اليوم وأذكر جملة بعدها أذكر اليوم أي ناسبك أو أني أقول لندي سي بوسيبل لندي ممكن أعطني مثال ثاني ممتاز ماردي سي بوسيبل سي بوو بروبوزي لندي هل أستطيع أن أختار عليك لندي سي بوو بروبوزي سمدي سي بوو بروبوزي دمانش ممتاز إذن الخطوة الأولى هي فكسي أن غندي اللي بعدها غيبوندر اي بروبوزي ان دات إذن بعدها الرد واقتراح تاريخ مثال لندي الاثنين القادم أدي زر سا فو كنفين هذا مناسب لكم أو أني أقول ماردي أنه زر فو كنفين لاحظ يحدد يوم وساعة الأسلوب مختلف لكن كله يهدف إلى نفس المسألة غيبوندر اين بروبوزيشون الرد على الاختراح شنو نقول الرد إما يكون ب أكسبتي كأن أقول ج أكسبت أو دكور أو سي بوسيبل إذن الرد على الروبوزيشون إما يكون بالإيجاب وقلنا وشفناهم مع بعض أو أني يكون شنو بالرف رفيوزي كأن أقول نون جونو بوبا أو أني أقول ديزولي أو أني أقول سي أم بوسيبل فالإجابة والتحديد يكون على حسب النص اللي جدامك أو على حسب أنت أريحيتك ممكن أنك تقبل أو أنك ترفض دائما ننتبه إلى كلمة رفيوزي أو أكسبتي نكمل هذا السؤال من الأسئلة سهلة جدا يا شباب سهلة جدا لأنه يقول لك قدم نفسك في سي في معناها نفس البيت قبل شوية لما قلت لك حق الأجار يابع منك معلومات ثابتة وسهلة ومختصرة مثال المعلومات الشخصية أو الأتا سيفيل اللي هي المعلومات المدنية على سبيل المثال جدامكم مجسم إلى بطاقة مدنية بطاقة مدنية من فرنسية فيها الاسم وتاريخ الميلاد والجنس والجنسية والوظيفة مثال ما اسمها أنت ما راح تقول على شبيل المثال أل سبل كذا زين في حال أنه طالب منك قائمة وفي حال السؤال والإجابة المسألة سهلة راح تقول تشوف شون راح تقول إذا كان يبقى منك سي في معلومات وتحطها لكن إذا يبقى منك جمل راح تقول مثلا أل سبل كذا مثال كون ألي ني متى ولدت راح تحط المعلومة مباشرة لما يقول لك ما هي جنسيتها راح تحط المعلومة أيضا مباشرة عرفنا الطريقة الحين يا شباب ما مهنتها راح تحط المعلومة مباشرة في أسئلة مهم جدا يا شباب أنك تعرف تصيد الكلمات وتحط الإجابة إذا لسيطواشن فاميليال جسوي سيليبتير جسوي سيليبتير أنا غير متزود أعزب وفي عندي مارية وفي عندي دفورسي روحوا نشوف مع بعض الفقرات المتبقية رسولي المعلومات الشخصية النوم مثل ما أقول جو مابل جون لاج جي 28 دات اليو دونسانس جسوي ني لدي مارس 1990 أبرلن أنا ولد في عشرة مارة 1990 في مدينة برلين لنسوناليتي جسوي ألمان لابروفشيون جسوي أفوكا أنا موحامي إذن دائما ننتبه يا شباب نزين في حال كانت معلومات من النص أو معلومات تستخرجها من النص أو معلومات أنت تتكلم فيها عن نفسك والأنثلاج الضامك لسيطواشيون فاميليال جسوي ماري أنا متزوج بريزنتي لسيوي الحين أيضا نكمل معلومات عن السيوي اللي هي ان فورماشيون بروفشيونل المعلومات المهنية مثال فورماشيون وستاج اللي هي الدورات أو الدراسة كأن أقول هل أنت صاحب ديبلوم أو عندك شهادة نعم لدي شهادة في المعلومات هذا سؤال وهذا إجابة وطبعا على حسب دراستك ممكن أن تتكلم يعني أنا عن نفسي شنو أقول إذا أحد سألني السؤال أنا سأقول نعم لدي شهادة في اللغة الفرنسية أنا لدي شهادة في اللغة الفرنسية وكل واحد يطبق المثال على نفسه ولاحظوا تراكي بالجمل أيضا من الأمور المهمة التي هي اللغة اللغة المتحدثة شنو أسألها تتكلم تتكلم كم بلغة الفرنسية كم بلغة الفرنسية تتكلم بكل بساطة أقول في اللغة الفرنسية نعم لقد عملت في بنك التحدث عن الهوايات والأشياء اللي نحبها كيف أحب أن تفعل بعد العمل ماذا تحب أن تفعل بعد العمل لاحظ في السؤال يا شباب أمن أن السؤال موجه مباشر هل تحب الموسيقى أو سؤال للاستفسار ماذا تحب أن تفعل في كل الحالتين يا شباب الأسئلة تكون الأجوبة تكون بسيطة جدا مثال وي جيم بوكو لا ميوزيك وتقدر تقول بكل بساطة وي جيم لا ميوزيك أنا مو أحب الموسيقى أقول نو جوني با لا ميوزيك بكل بساطة نفسه بالنفي اللي أخذنا اللي أخذنا بالوحدة الدراسية ممتازين شباب الخامسة نكمل اكتفيتمي سبوغتيب وكل تغل للسؤال عند الأنشطة الرياضية والثقافية كالسبوغ فو بخاتيكي من الرياضة التي تمارسونها كاذكو فو ليزي ماذا تقرؤون كالي فو تخذ درني غليكتور ما هو آخر شيء العمل قرأته الإجابة تقول جو بخاتيك ومارس جو في أعمل جولي أقرأ وطبعا لكو الحرية دائما يا شباب أنك تحط المعلومة التي أنت تبيها بس تركز دائما وأبدا على النقاط الثلاثة القو كيس كو فو زمي ماذا تحبون أمي فو أتحب وآخر شيء كل جونغ دو ميوزيك ما نوع الموسيقى اللي تحبها ديغ جيم أو جونيم با أحب أو لا أحب بعدما خلصنا يا شباب ننتبه حق درس القواعد في هالوحدة الدراسية ننتبه معي حق هالجملة هذه جشيت إن شالي اشتريت شالي جو سأقضي أو سأمضي إجازتي مع أصدقائي في هذا الشالي من يقول المتشابهات في الجملة شنو واضح الشالي موجود في الجملة الأولى وموجود في الجملة الثانية في اللغة الفرنسية مثل ما استخدمنا الاسم الموصول كي وك لحثف الفاعل وحثف المفعول لإزالة التكرار نسوي نفس الشيء إذا كان المكرر عندي اسم مكان لهذا لاحظ ضمير فعل مفعول به اسم مكان ضمير فعل مفعول به اسم مكان لما يتكرر عندي اسم المكان في الجملتين عشان ما يصير عندي التكرار راح أستخدم القاعدة أو الاسم الموصول عن طريق التطبيق التالي جشيت عن الشالي أو جباسخي مي فاكنس أيضا نلغي المفعول به الثاني اسم المكان وأحط الاسم الموصول أو بنهاية الجملة الأولى وأكمل الجملة بكل بساطة قاعدة سهلة جدا في هذه درجات وايد يا شباب إذن أو هو بخونه نقولاتي اسم الموصول الطالب يقرأ الجريدة يوجد فرص عمل داخل الجريدة إذن في عندي في الجملتين تبين أنه شنو المكان المذكور وهو الجغنال نفسه فلغيت الاسم الموصول الثاني تدال على مكان في الجزء الثاني من الجملة وحطيت مكانه حر اسم الموصول أو نفس الطريقة هنا جيم لك وحب الريف جي باس مي فاكنس بعض الأحيان نسويها ديروا بالكم ممكن أن أنا أحلك محل اسم المكان بحرف جر عشان نعرف من اللي فهم القاعدة واللي بس قاعد ينسخ فتنتبه إذا حرف ال-Y وجد في الجملة فمعناه أنه في الجزء اللي قبلها في اسم مكان دور على اسم المكان وإذا لقيت حرف ال-Y راح تشيل الحرف ال-Y وتحط مكانها حرف ال-U فراح تصير اسم الوصول فتصير جيم لكم باين U لاحظ حرف ال-Y اختفى ونزلنا ال-U بين الجملتين إذن في السيفي نرجع مرة ثانية على أساس أن نحن نختم الموضوع نقول أن للتحدث عن السيفي نتكلم عن الدبلوم للشهادات اللي حاصل عليها الدبلوم أو ميديا أو ماستر إلى آخر نو إيفيل بتابلسمون اسم المكان اللي تخرجت منه أو اسم المكان اللي نولدت فيه أو اسم المكان اللي درست فيه أني يدب تنسيون سنة الحصول على الشهادة والمونسيون اللي هو التقدير اللي حصلت عليه وفي الختام ابنائنا وابناتنا الطالب والطالبات نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومات المفيدة لكم مع خالص تحياتي وتمنياتي ورجائي من الله لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر